الثاني ده بيتكلم عن السيارات الكهربية أو الالكتريك فيكيلز طبعا الالكتريك فيكيل لازم تبقى فاهم شوية حاجات ليه الناس بدأت تطلب أن أنا أشتغل بسيارات كهربية لأن بدأ يطلع مشاكل من السيارات اللي بتشتغل بالمشتقات البترولية اللي هي البنزين والديزل بدأت تعمل تلوث كبير في البيئة والمشتقات البترولية دي كمان بتنضب يعني بتخلص فهم عايزين مصدر طاقة ما يكونش بيطلع تلوث ويكون مصدر مستمر أو بيسموري نيوبول طاقات متجددة فبالتالي زاد الطلب على صناعة السيارات الكهربية في الفترة الأخيرة دي آخر 20 سنة لما الناس بدأت تحط عنها على البيئة والتلوث والاحتياجات البيئية أني والله ده ممكن يسبب أضرار للإنسان أو يسبب أضرار على مستوى البيئة فبدأت تبدأ تشتغل أو تركز على أن تعمل سيارات كهربية تجارية يعني تبدأ تتبع للناس كتير مش مجرد والله لا دي سيارة جولف مثلا أو دي سيارة تتعمل في فرميولة مثلا في سيارة سبق أو سيارة مثلا موجودة في مكان مخصص لا ده أنا عايز أعمل سيارات واستبدل السيارات اللي شغالة بالبنزين والديزل بسيارة كهربية لأنها ما تطلعش عادم وبالتالي هي هتحافظ على البيئة السيارات بصفة عامة اللي احنا بنتعامل معها أول نوع اللي احنا شغالين به اللي هي سيارات الوقود ودي بتشتغل بمحركات الاحتراق الداخلي اللي هي بسموها مهم جدا لازم يبقى فاهم رقم واحد في الشغل بتاعي أن أنا بتعامل مع كل السيارات الحالية بسموها محركات الاحتراق الداخلي محركات الاحتراق الداخلي اللي هي بتشتغل بالمطور العادي بتاعنا بتشتغل بالبنزين أو بالديزل بعد كده راح دخل على السيارات الكهربية بقى التصنيف رقم اثنين اللي هي بدأت تظهر فكرة أنه عايز أشغل سيارة بالكهرباء طيب هل الفكرة دي تنفزت مرة واحدة راح قالك لا هي تنفزت على مرحلتين تنفزت أن أنا هعمل سيارات كهربية هاجينة طيب الهاجينة دي كانت فكرتها ايه ما خدش مطور الاحتراق الداخلي وغيره مرة واحدة لا السيارة دي بتعمل بمحركين يبقى لو أنت بصيت وهندرس السيارة الكهربية الهاجينة او الهايبرد بالتفصيل فيها محركين واحد محرك احتراق داخلي اللي هو المحرك بتاعنا اللي موجود في سياراتنا العادية كلنا عارفينه والمحرك التاني محرك كهرابي هنبدأ نعمل شوية لقدام كده مقارنة بين محركات الاحتراق الداخلي ومحرك تمام السيارة الكهربية او بيسموه المحرك الكهربوي من ناحية الحجم ومن ناحية فكرة العمل والتشغيل والتحكم الكنترول والكلام ده كله يبقى أنا عندي السيارات العادية بتاعتنا بنسميها سيارات محركات الاحتراق الداخلي طيب السيارات الكهربية تمت على مرحلة واحدة لا تمت على مرحلتين من أول مرحلة عملوا سيارة هايبرد اللي هي سيارة هاجينة طيب السيارة الهاجينة فيها موتور كهرباء ولا فيها محرك احتراق الداخلي فيها الاثنين يبقى السيارة الهاجينة فيها محرك احتراق داخلي وفيها محرك كهرابي ممتاز طيب السيارات الكهربية اللي بعد كده بقى شال محرك الاحتراق الداخلي خالص وعمل محركات سيارات كهربية كاملة يعني هي بتشتغل بالبطارية ومحرك كهرابي فقط يبقى إحنا دلوقتي هنسميها هنسميها الـ AV أو الـ Electrical Vehicle لازم يبقى فيها محرك كهربائي فقط أمان اللي فيها الاتنين دي سيارة هاجين اللي فيها محرك الاحتراق الداخلي اللي هي سيارات الاحتراق الداخلي أو السيارات العادية بتاعتنا اللي بتشتغل بالمستقات زمام زي ما قلنا هنا البترولين وبالتالي بدأ يظهر عندي بطاريات أو بدأ يظهر عندي سيارات كهربائية بتشتغل بالبطاريات بس يبقى هي عبارة عن بطاريات ومحرك كهربائي فقط تمام؟ وبالتالي احنا حاليا بنعمل بنية تحتية المين؟ بنعمل بنية تحتية للسيارات الكهربائية اللي هي بتتشحن وفيها محرك كهربائي بس وبطاريات بعدين بدأوا يشتغلوا على السيارات الكهربائية اللي بتشتغل بالهيدروجين يا خواننا والنقطة دي برضه من أحد النقاط الترند عالي جدا حاليا في كل العالم ان انت كتعامل ازاي مع الهيدروجين وتوليد الهيدروجين وازاي تستخدم خلية الهيدروجين اللي احنا بنسميها الفول سيل فين؟ في تشغيل السيارات الكهربائية بقى فيه سيارات كهربائية بتشتغل بالهيدروجين اللي هي بيسموها الفول سيل وفيه سيارات كهربائية بتشتغل بالبطاريات العادية بتاعتنا اللي احنا نتكلم عنها اللي احنا نشتغل عليها اللي هي بطاريات الليسيوم آيون طيب تعالوا نبدأ نشوف القديم بها اللي هو الطبيعي اللي معانا حاليا السيارة العادية اللي احنا بنسميها سيارات الوقود السيارات دي بتشتغل بالوقود يا إما بنزين يا إما ديزل البنزين أو الجاز اللي هو الديزل السيارات دي موجودة معنا من زمان وبدأت شركات كثيرة جدا بتشتغل فيها وطلع سيارات للصبح وكلنا عارفينها الفكرة بتاعتها أن أنا بيبقى عندي فيه خزان خاص بالبنزين خزان البنزين اللي موجود عندي في السيارة في الجزء اللي انت بتفاول منه التانك بتاعك تمام وفيه بيبقى فيه بامب او مضخة وفيه فلاتر عشان تنقي الديزل ده او تنقي الزيت اللي هيدخل الموتور وفيه الكاربيراتير والكلام ده كله تمام بيعمل لك السيارة السيارة بيسموها محركات الاحتراق الداخلي العادية دي بتعتمد على ايه؟ على اننا والله كل ما بزود كمية الدعسة او اللي انا بضغط عليها على البنزين بتزيد سرعة السيارة يبقى هي بتعتمد السيارات الاحتراق الداخلي على انه والله انا لما بزود كمية البنزين او الديزل اللي هتدخل للموتور فالموتور ده هيبدأ يسرع اكتر او يتسرع اكتر وبالتالي يقطع مسافة بتعتمد على كمية الوقود المسحوب وبالتالي بيطلع عندي اللي احنا بنقوله والله انا مشيت مثلا ميت كيلو متر في الساعة او مشيت بسرعة مش عارف خمسين كيلو متر في الساعة او ميتين كيلو متر في الساعة او مية وعشرين كيلو متر في الساعة ده بيعتمد على ان انت بتاخد بنزين البنزين ده بيدخل للموتور تمام من خلال المضخات او البومب او الترمبة بتاعة الديزل وبيدخل من خلال الفلاتر على الموتور كلما انت بتزود كمية البنزين اللي دخله للمحرك بتزداد سرعة المحرك وبالتالي بيقطع مسافات اكبر ترجمة نانسي قنقر